رووف بن يغلان مش ان تستقبل معايا امرأة تونسية هي واحدة من الكفاءات المتميزة في الولايات المتحدة الأمريكية هذه من الأدمغة والعقول التونسية اللي فضلت أنها تهاجر خلينا مش نشوفوا تقرير على السيدة أو المهندسة ألف الحامدي الكلنا نعرفوا اللي فيما برشة توينسة اليوم قاعدين ينشحوا موش في تونس برق بل في أكبر وأقوى دول العالم توينسة موجودين في مواقع قرار مهمة في الأمم المتحدة في النازة وغيرها توينسة تخرجوا من الميتين وأكسفورد وهارفورد وأكبر وأعرق الجماعات في العالم اليوم بش نحكي لكم على واحدة منهم مرأة تونسية تعتبر السيكسي ستوري درس الكل واحد فيه في الصبر والعزم والتشبث بالحلم متاعه اليوم نحكيه على ألف الحامد بنت الحوظ المنجي بنت مدينة كفصة والتي تعتبر من أبرز الكفائت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم في المجال المتاح قرأت ألفا في المعهد النموذجي بورقيبة في تونس وخريت الباك بمعدل 19.51 تحصلت على بور اسم الدولة التونسية وتحولت لفرنسا قرأت في الكورسون دخال دولي وين بديت قرأتها في مجال البنائت ومن بعد تحولت الأمريكية تخصت في المشاريع الكبرى وقرأت القانون في جماعة تكساس في أوستين وبش تخلص قرأتها خدمة ألفا في نفس الوقت كباحثة في معهد البنائات الأمريكية وتمكنت من اختراع طريقة جيدة تمكن الشركات الأمريكية من التقليص المدة والكلفة بتاع المشاريع الكبرى فكرة ثورية في العالم ومن وقتها أكبر الشركات الأمريكية بديوا يتخصوا في خدمتها أكزون موبيل، شيل، بي بي وغيرها الشي اللي خليها تتحصل على ما يسمى بإقامة أنشتاين أو ما يسمى بفئة القدرات الاستثنائية تتعطى إلا للأشخاص اللي قدموا خدمات عندها تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي تمكنت ألفا اليوم من تأسيش شركتها الخاصة اسمها CONCORD PROJECT TECHNOLOGIC في منطقة سيليكون فالي في كاليفوردنا شركتها اخذت بعد عالم وتخدم اليوم في مشاريع كبيرة في دول كما فرنسا، مصر، كندا، أستراليا، تركيا، وغيرها ألفا تحكي أربع لغات وباحثة وكاتبة عديد المقالات العلمية في أكبر المجلات السيونتفيك في العالم وفي تصويرها هذه وهي تحاضر نجم ونقرأ وراحة إذا تعدي حياتك الكل وانتي تحاول بش تكون متفوق في كل شيء وعمرك ماكبش تولي مميز في حتى شك وهذا الدرس نستخلصه من قصة ألفا بحقيقة اخترت أني يعني مدام نحكيوه على هجرة العقول وعننا مدة طويلة نحكيوه على هجرة الأدمغة التونسية عليش يهجروا؟ عليش يهربوا؟ خليني نقول عليش يهجوا من تونس شو اللي يدفعهم؟ شو اللي يخليهم يهربوا من تونس؟ اليوم بش نستقبل استثنائينا في البلاتو بأحدى الكفاءات التونسية المتميزة مهندسة مهندسة ألفا الحامدي هي مؤسسة مجمعة مجمعة كونكورد لإدارة المشاريع الكبرى في مقرع في مدينة ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ألفا الحامدي مرحبا بك شكرا أنت من مواليد 1988 بمدينة قفصة حصلت على معدل 1951 عام 2007 في الباك حكيت لي حكيت نواياك في الكواليس قلت لي راك يعني مسيرتك مشيت قريت في فرنسا ومن فرنسا بعد نقلت الولايات المتحدة الأمريكية كملت المستير متاعك لكن عام 2015 قررت أنك مش تجيل تونس باش تستثمر تجربتك وخبرتك ولي قريتوا الكل حكي لي يقول الروبرتاج التي تعدتها ديور نشكركم معنا مرسي بكو على الروبرتاج لتوالمرأة ذيكا في الروبرتاجة شوفنا بي هذهها مولودة في مدنيا عصيلة الولايات قفصة قررت وعاشت وتخرجت من معهد بورجيبر نموذجي في تونس تونس عطتها بورس جابت في الباكت 1951 وتونس عطتها بورس ومشت لفرنسا أما المراهة ذيكا هي تأثير أجنبي هي فرصة أجنبية الفرصة متاع المراهة ذيكا فرصة أجنبية هي في ثقافة العمل المتاحة ثقافة أمريكية ثقافة العمل التفريق بين الحق والواجب الشفافية فترانا خدمتي ما سبيسياليتي اللي بازيت بخانسيبالما على كيفيش المشاريع الكبرى نجحوها كيفيش من نخسروش فيها فلوس كيفيش كينقولوا الجانترة الفلتانية بش نداشنوها في 2011 نداشنوه في 2011 مش في 2017 كيفيش وصلت في وقت واجيز عملت شركة كبيرة معنا وين يعني فيه صراحة في الولايات المتحدة الأمريكية هو جزتما وكي ما بكتلي عملت رقود مع اكسون موبيل مع شركة شركات عملاقة كبيرة وانتي صغيرة في العمر كيفيش وصلت عملت هذا الكل فيه وقت كثير نرجع لك ما قلت نشأة مراركة نشأة تونسية ولكنها تأثير تأثير أجنبي لأني تفكيري وطريقة العمل المتاعي وخدمتها وخدمتها وقت اللي خدمت في شركة كي عملت المستير الثاني في امريكا عملت في امريكا خاطر الإدارة المشاريع الكبرى مش موجودة في فرنسا لنبدو من غاجة لذلك قلت لأمريكا قلت لأمريكا قلت لأمريكا قلت لأمريكا قلت لأمريكا لأنه لأنه هناك تأثير لا تأثير في تونس في الجماعات التونسية كملت لقراية الثانية قامت لأمريكا قامت لأمريكا لأمريكا بلأمريكا لأمريكا هناك يصير يمكنني أن تكون في المشاركة بعد أن يعملت كالترورة فلقد أتجاني مفضل يجعل المشاريع طريقة العمل المشاريع 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 المعاقدة الذين يتحقق متواجمات المحلولات المتابعة ومتحق المعاقدة كيف تنظر المشاريع حتى يحدث في الوقت ويحدث في تكلفة أقل هذه المتوديها على الإيقانية الأمريكية كل مشروع النقص منها على أقل 20% في الكمتاع كي جيت نحكي على المشاريع في تونس هذا وقت اللي رجعت التونس الخطاب الخطاب لا يتمشيش مع المنظومة الموجودة لماذا؟ بحثت أنت دقيقة على البيبان على الوزارات لا يتمشيش في المؤسسات دعنا نضع الأشياء في إطارها هذه الأشياء المهمة نحن هو وقت اللي نحكو ديما على الكفاءات والكفاءات تخرج الخارج وما ترجعش بالضبط هذا ما حابيت نعرف عليش يخرجو وما يرجعوش عليش يخرجو وما يرجعوش الدولة صرفت عليكم عليش يخرجو وما يرجعوش وقت اللي اخذينا الباكة في 2006 عملونا سيئنس دعونا ثلاثين أو لانين أنا جئتين إلى دوزيان وانتين تخونتين بحث نخرجو الخارج قلنا أربعة أو خمسة سنين لا يقرأ حتى سبعة أو ثمانية سنين في فرنسا في ألمانيا وفي غيرو لا يقرأ حتى اتصال بين المسيون الونيفرسيطر أو مع وزارة التربية والتعليم أو مع أي أتصال بكم حد وزارة التعليم العالي ما هو السفرة السفرة السفير لا يتنسل بكم لا في أول عام ولكن في أول عام نمت بقيت أول عام نقوليوا أني مازلت مسجلة في كل ذكرها من أنتي مازلت مسجلة ومازلت لكي أسرعون 500 أورو ما هو المشكلة هنا؟ ما هو الأشكال؟ سنضع هذه مع الـ المضبطة في أمريكا في أمريكا الفرصة لا يوجد أن أمريكا التي أردتك تقليل لكن لا يستطيع أن أعطيع المملك لتحاوز في أمريكا دولار لا لكن لأيض بحث المشخص مسبح لك ما هو الشركة؟ لن نبدأ شركة ما هو الشركة؟ لن نفصرها كيف حدث أن نفصرها ما هي كنت أولا غير شركة لقد أحبت في شركة مريكية وتأخذ الكثير Yea وتأخذ كي في سلير ولكنت في كل المجتمع يوجد اخرى متح بشكل تدمير انا قلت نحب نخرج أحبت أن نبدأ شركة ما هي التي أجدتها في أمريكا التي لم أجدتها في تونس و لم أجدتها في بلاد أخرين؟ أول شيء الدولة الأمريكية والمؤسسات التي تتعنى التي أحب أن يعمل المشاريع وفرت لي محامين محامين يتعاونوني كيف نحمي الملكية الفكرية و فتح لدينا دولة فقد أحبت أن الدولة لم تعدني أرادة لدينا فقد أجدت لدي مؤسسات التي تحصل على إنترنت وعلى إنترنت وعلموا أن أخيه و مئات الألاف العباد الخليم وموجودين وموجودين فقد أخبرت أن الدولة تقول ما تقول أننا نحب أن نخلق المشاريع من الأستخدام نحب أن نعاون الشخص يكون متخصص اليوم أولف الحامدي منتخص في إدارة المشاريع الكبرى ليس مطالب مني نفهم في الكنتابيليتي كي نحب نبدأ مشروع نستحق الكنتابيليتي الدولة توفر الكنتابيليتي النقطة الثانية اللي مشيت مرة مثل سيبوزان أنا دخلت ان كونتاكت مع المؤسسة هذية الفيزا فيه متاعي اللي نتعامل معه اللي يمثل الدولة الامريكية اللي يمثل مثال الإكيفالان تع وزارة التشغيل متاعنا ولا وزارة الاستثمار هو بيد الفيزا فيه ذاك اللي مقابلني هو تكوينه وتأهيله مجعول بش يفهمني بش يتعامل معي ككفاءة هو بيد خدمتها اللي يتعامل يعني ان رابورة بك موسيكسي يعني انت في إدارة اليوم الإدارة بيدها والجريم بتاع السلير متاعك فيها بورسنتاج متعلق انت كمي عاونت من شخص بش ينجح هااا euros هاا قوت لي عطا ديونيشي سير هو ديونيشي سير هو فما صنف معين موعين جس تمام إقامة أينشتاين ايه تتصمه هي هذيه آه هي شنوه هو قوة للسيستم المقبل اللي تقلي يعني التونسية تنجح كما يعنيل شنو ويلا بريزليان ولا انتباندامنت شنوه لونك موش موشكو ها يجب أن يجعل المبادرة الفردية والفرد لديها قيمة نعطي كيكزامبر بالنسبة للهجرة فأمريكا ليس لديهم قلب واحد يجع لي لعبات الكل للهجرة ليس لديهم قلب واحد واحدة كيفية لن نعارس براجل لن نهجر بيه وليس لن نطلب أسايلوم أنا لا أصدقاء من بلاد لا أصدقاء كفاءة كفاءة وتحب تستثمر كفاءة والدولة والشاشة هي نقطة مهمة برشا أمريكا لم أأتي لديها ليس لديها أبقل هنا هذه فكرة غالطة أنت سعيد أنا حبيت نأخذ الشركة وفكرتي التي عملتها التي أثرت في الأمريكا روحت لتونس حبيت نعملها من تونس عام 2015 خدمت في شركات كفاءة أمريكا قلت تفيد بالخبرة تفيد بلاديك تفيد تونس ليس لن تفيد بلاديك وفي تونس تفيد بلاديك وفي تونس تفيد بلاديك تفيد بلاديك وفي تونس تفيد بلاديك وفي تونس التفيد أغلب أن يدعى في الوزارات نحن تقومت بلاديك وفي تونس وفي تحديث وتضعهم وكذلك تقوم بمشارة يتقوم بنا بإبقاءة ونفرحة في العالم نعم ملقيتش فيزا بي لن يفهمني من قليل تحكي معها في عبادة نعم لا اردتها من الكلام هذية يتقرر من قليل تفهمك من قليل يفهم من اقتصاص وطموحك انتظر بسيط انا عامل قلت لك أن أذهب إلى أمريكا و أخرجت من فرنسا و أخرجت لأمريكا و أخرجتها ليس موجودة في فرنسا لا، الأختصاص المتاعي اللي هو؟ اللي هو إدارة المشاريع الكبرى وهي إختصاص هذا كي هبطت إلى تونس الذي أحدثت معه قال لي أعطيني إكيفالانس تونسية معادلة؟ أعطيني معادلة لكي؟ أعطيني معادلة لإختصاص المتاعك في تونس يقول لي الإختصاص حتى في فرنسا ليس موجود أنت قريت في جامعة أعطيني معادلة لك؟ في تونسا هي مصنفة تقريباً ثانية في العالم أو ثالثة لا أعطيني معي الشخص لا أعطيني معي لا أعطيني معي لا أعطيني معي لا أعطيني معي لأن الأشخاص الذين تتعامل مع الكفاءات وتتعامل مع الأدمغة ستقرق يتسمى تسمى ودكتورة فمع بيت تعمل ودكتورة 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 يتعامل معك كفاء لكي يعرف هو بيده أعطيك مثل مثل أنا نجيب نجيب ترتيبها في إدارة المشاريع الكبرى هي الأولى في العالم في الترتيب في المشاريع هي الأولى في العالم ومع ذلك هذه معلومة هذه معلومة موجودة على الإنترنت هذه معلومة موجودة في الإباس دوني جميع الجامعات في العالم تقدم لها لا تطلب منك إكيفالانسية تعمل وطلع أنت من شنين خارج وأسكت قيمة أو أسكت كفائتك تسمع يعني الحمل محطوطة على المواطن كما مثل إدارة تنسية تطلب من المواطن لا نعلم مثال وزارة الداخلية تقول لك ورقة من وزارة التعليم العالي ليس وظيفتي كمواطن هذه ورقة أنتم إدارات مفروض مفروض لذلك هي فيما عملية هذية هجرة الأدمغة هجرة الأدمغة هي يعني مشكل رأو خطير برشا رأي الأدمغة ثروة ليس لا يمكن فرطوا فيها برشا رأنا توى عندنا نزيف نزيف عدد التوينسة اللي يخرجين بالألاف للخرج الطباء مهندسين رأو يدخل مريض للإيار معناها للإرجانس أول حاجة عملت لي بشي عمل لازم يوقف النزيف بشي نجميع عمل عملية رأول النزيف هذي لازم يوقف للأسف لازم الدولة تونسية مبذلت حتى مجهود لوقف النزيف هذي للأسف شديد قلت لي حكيت لي عام 2015 بعد ما اتصالتك بوزارة تعليم العالي حبيت تعمل حاجة حبيت معناها تحط أفكارك في شكل مشروع مشيت قدمت مشاريع أتصلت ببارس الحكومة أتصلت بالوزارات المؤسسات شو لي صار نحب أنا معناها أحكي بصراحة أي ديما نحب نرجع للجروب من تاعة تونسة اللي خدينا بورس و طلعنا الخارج أغلبيتنا معناها عباد جينا من عائلات المتوسطة بلنا وصلين لعننا معارف لحد شيء اللي عنا عنا والدين أمنوا بينا و صرفوا دم قلبهم علينا و شقرنا عنا تمحريث بش في الباك جيبنا لميور نوت ناخدوا بورس نطلعوا الخارج نرجع لك اللي هنا نحن نتوفي في تونس اليوم نتعاملوا مع الملاعبية متع كورت القدم الخير من اللي نتعاملوا مع الكفاءات التونسية هاو نعطيك اجزامبل أنا دي ما نسمع نسعد تفرج في الأخبار و مش في الأخبار في البرامج الكروي نسمع يقول لك الجامعة كورت القدم مثال تتم متابعة الملاعبية التوينسة في الأنديا الأوروبية و كذا و كذا و كذا صحيح إي انت ملاعبية تتبع فيهم و نحن الملاعبية كلهم كيفية تتبع فيهم هذه سالة مم شوزرة و سالة مم برنسيق انت عندك تور كل عام فمع أموان إن ترنتين تخرجلك من تونس و تمشي للخارج الكل نتبر كلا لنا في اللي في ناس البيار ماذا ماش مايكروسوفت قال لي تسميه لكل تلقى فيه تونسي متفوق موجودين حتى في النازا موجودين في أكبر شركات العالمية تور في المزوز في الدولي في الجوجل في سليكون فالي حتى تونسي يخدموا في شركة جوجل ايه انا اجيش وزي لكاد الانترابرناريا فما شكون معنا يجيش يخدموا ويطلع في اللي شلان بتاعها انا اجيش وزي دكريما بربران احكيلي ما جوبتنيش على سفوري ايه دونك يرجع تونسي هنا هو ديور الريزان اللي خلتني مزال عندي أمل هو اني اللي نجمت نخدم معاه في تونس هي وزارة الدفاع وزارة الدفاع ايه ايه وزارة الدفاع الناس اللي حكيت معاهم على ادارة المشاريع الكبرى واهمية ادارة المشاريع الكبرى ليه لو ركز على الخبرة بتاعي وقال كيفاش هذي انجم تنفع بها المؤسس العسكرية ودير معناها بالمناسبة هذي من نحييهم معناها نحيي البنات ولاد المؤسس العسكرية اللي هي مؤسسة تمثل شاميع شرايح لمجتمع التونسي بقيت الوزارات عتيتش عندك مشروع قدمته كيفاش عاونتش يقولك انتي ما تقدمتش انتي ما جيتش ما دقيتش اسأل كيفاش عاونت المواصل العسكرية ابسط حاجة اني ادارة المشاريع هذي اللي هي كديسيبلين ماهيش موجودة في تونس قريتها في مدرسة الاركان ومدرسة ماهد اللي فعل علي الضباطي معناية اللي يقروا عندي سدي 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 اللي هم مهنسين جو و بحر و بر يعني شفت فيهم بالحق يلزون دل انتليجنس دكار 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 تعرفها موهبة تسقلها ناقص السقل احنا في تونس عنا المادة الخام ناقص السقل تعرف شوالي ساير ربي يديا نقطة معناية يعني تحس في قلبي والله تونس كاكل فلاح اللي يجي يحط بذرة يغرس ولا يغرس الشجرة يصب عليها الماء يسقيها يسقيها تكبر تثمر تبدأ تخرج تبدأ تحبط الغلة إلا بندون موسيب إلا بندون إلا بندون إلا بندون ما يتجي لبندون الأخرى هز الغلة هزا قاعد يصير هزا المشكلة هزا المشكلة هزا المشكلة دونك قررت قررت من بعد بعد ما ملقيتش ناس تسمع ملقيتش بجهات معناها يتبنيوا المشاريان رجعت لأمريكا مطلبتش حتى جيات تبني المشروع متائرة نو سباساء روح روح نحن في تونس عنا أي مشروعي عودت رجعت لأمريكا في الهجرة في الهجرة الكاتجورية أينستين أي أينستين أي ما هي يعطوها 18 عشرة في العام كلها نتعطيها الدولة الأمريكية دولة الأمريكية هي ريدوسي كامل مالذي مثالنا في الدوماني الرؤسية الشركات الكبيرة وكتبوا المثال التي تظهرها ألفا الحامدي بدون كمبلكس لا يوجد كمبلكس لديها تأثير على المشروع الكبرى وكذا لذلك دولتنا نتابع روح شرائب كنت تتحدث عن جيعتك وكنا نتحدث عن المرير وعلى الحلول وعلى عملك كيف تتصلح قدامك نموذج للكفاءات التونسية للأدمغة التونسية اللي قروا بش يوربوا قروا بش يهجوا أنا أقبال كل شي سعيد برشا بحضوري مع أحلى الأخت ألفا الأستاذ وأنا أبي قوسين طلبت منها ونشكرك طلبت منها باش تجي وجات خصيصا من أمريك باش تحضر البرامجات أي أنا سعيد برشا بحضوري بحديك وعندي احترام ليك وتقدير وإكبار لسيادتك على خاطر يعني أنتي مفخر على التونس وإنت كي قبلت القبيلة حتى قبل ما نبدأ الحسفة معنا بريمان سيتانونار بورمائيس ووزيتون قراندار ووزيت نوترونار أختي العزيزة وانتي شرف لنا كبير برش هذا يرجع الكلام اللي كنا نقوله فيها أخويا ناجي يعني كيف الفساد يحرمنا من مكاسبنا من خيراتنا ويقلاحة معلتها من أراضيها كما فسرت لك الأخت الأخت الفتاويكة فسرت لك كيفاش يزرع ويسقيها وبعد يهم يسقيها تقبر تعطي الثمرات كي تعطي الثمرات يرميها يطيشها هذا الفساد هذا الفساد اللي يشلل المجتمع التونسي اللي يشلل الوطن التونسي مكافحة الفساد مسألة وطنية ولا يمكن أن تقتصر إلا على القضاء قتل أنت على القضاء بالفساد وإلا عقلية إهمال وتقسير وهو طلبة اقرأوا جابوا لما يرناط نعطيوهم بولوس يقرأوا وبعد معاشدين نسلوا عليهم ومنعرفوش عليهم وراجعوا وما راجعوش غياب الإرادة غياب الإرادة غياب المحاسبة غياب المراقبة شوف سيني كان تسمحني معناها اي تفضل كنت أتحدث فساد هو رو الفساد فما الإرادة واللا إرادة ماذا بيه خاصة في موضوع الكفائت وهجرة الأدمغة فما فساد لا إرادة ما معناها فساد لا إرادة وقت اللي نبدأ الإرادة السياسية وقت اللي هي أولوياتها تنظر مثل منظومة التشغيل تنظر لها كحل المشاكل الاجتماعية وليس كحل المشاكل الاقتصادية هي بيدها الإرادة السياسية والتي تعمل قرارات اللي تخلي الدماغ التونسي كالكمبيتنسي ما عندهاش الكادر اللي تخدم فيه نعطيك اكزامبل طوى ما نكونوا أولوياتنا واضحة في الإدارة التونسية أما خير جون بوش أنا انجينيور كمبيتن ونخلصة أكثر وإلا خمسة ميدياكر ونخلصهم أقل طوى أنت كمسؤول طوى تمشي في هذي ولا في هذي مش في الحلول طبعا كان أنت كمسؤول مقتنع اللي البلاد هذية اللونجان اللي بشي خرجها هو الكفاءة مش العدد التشغيل ولا نسبة التشغيل النسب والنمو هذية وتداور دينار كل هذي سمتوم كمسؤول مقتنع تداور مقتنع تداور مقتنع تداور مقتنع تمشي في هذي ولا في هذي هذية حتى في علاقتنا نحن تونس وفي منظومة التعاملنا مع الخارج نحن توم منظومة التعاملنا مع الخارج وحتى سفراءنا وزرتنا ورؤساء حكومتنا منظومة مع الشركة الأمريكية وعلت المشروع وعملت شركة كبيرة وعملت عقود حتى مع شركات دولية كبيرة في استخراج النفط نظن كما حكيت في فرنسا، في فرنسا، في مصر، في الأفريق ديو سود هي فرنسا بيدها يعني أنا قد دخلت لها المتودة التي هي موجودة في مريكا دخلتها الفرنسا نعم، 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 نعم سوء، نعم، 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 كيفية إعادة يعني كيفية إذا نصل إلى الأجنبي ولا إلى الشركة الأجنبية نقولها اخدم معي، لو تعاونيش، ما مزيّرة وما بدك تأخدم معي نعمل باتة الوموركان لزيّرة الاميدان قبل أن نقعد مع الشركة نحضر كيف هي مصلحتها تخدم معي أنا تونس ليس بربي تخدم معي وعمل عليها مزيئة ونعملوا شوية دورة في الأسواق وورنا لا تعملوا شوية دورة في الأسواق أقعد معي حضر لي وفصر لي أن تخدم معي في تونس وتستثمر في تونس تتكلف لك أكثر النقطة الثانية المتعلقة بهذه المنظومة كاملة نقول لك رو فاسد يجب أن تسأل المسؤول في تونس سياسي تقول لها اختار شركة بحث ريشارشي ديفلوبمون تخدم خمسين مهندس ولمعمل يخدم لك ستمائة خدام في ماذا تمشي؟ في حاسبراك كيف يمشي؟ في خمسين مهندس يمشي في الخمسين مهندس؟ يمشي في الخمسين مهندس؟ لا بلعكس لا نحكيك عن مسؤول تونس يمشي للمعبط يمشي للمعبط لماذا المشكلة فيها؟ روما نتحدث عن الأدمغة بالذات لا نتحدث عن تساوية تساوية كالكل لماذا؟ لماذا؟ لأن انا نجيب المعمل فيه 600 يد عاملة المعمل سيخدمي 10 سنين في تونس يسكر المعمل ويمشي كالمستثمر لازمي 600 يد عامل لبالنغني هناك مناسب انا المسك حيث يتم تناسب تجيب الشركة كما تتقدم فيه 500 مهندس بعد عشرة سنين 50 مهندس تشعر في المشي 50 مهندس من المبال 50 مهندس فيهم على الأقل بالإستاتيستيك الإنترنسيونال فمّا خمسة مكالخمسين مهندس بشي يخرجوا بالشركة وبشي يحل حاجة ناس فيها أكوته حلو شركة أخرى يحل شركة أخرى كيف عملت أنت؟ الخمسين كيف عملت أناي خدمت في شركة كيف خرجت توا شركة تنافس في الشركة كنت نخدم معاه وهذا لا ينفي ذلك هو وهذا لا ينفي ذلك ولكن توا في تونس كنجي نشوف هجرة الأدبغة النزيف اللي قاعد يصير توا راهو نزيف قاعد يهدد في المستقبل لماذا؟ لأني وقت اللي الأحسن عباد عندي تكنيك مو تقنيا وفكريا وثقافيا حتى رأوا الأدبغة حتى أدبغة فنية زادر كيتهاجر تمشي لفرنسا كيتمشي للبلدان العربية هذه كأدبغة كي ينافي كل مجال الأدبغة متاعي أحسن عباد تمشي شكون بشيت لهذه بلدات الأقل المستوي بي تقبلتش مع مسؤولين التوانسة خاصة مع السادة والوزراء الأجلاء حكيتش معاهم في الموضوع هذا؟ الله يا دي أسؤال منيش عارفك فش بتجاوب علي بتجاوب بسيج؟ بتجاوب حكيت قوت لي ثم مسؤول تونسي كبير تقابلت معاه في أمريكا وقت عمل زيارة نعم نعم ما هو المسؤول هذا؟ نعم نعم جونف كيندي رئيس أمريكا كيندي لديه مثال لأننا نمن بيه برشة يقول لك أسك نوع ما يمكنك فعله لك أسك نوع ما يمكنك فعله لك أسك نوع ما تفعله لك ما تفعله لك ما تفعله لك ما تفعله لك من الباب المبادرة والإيمان بالقولة هذه كل من يجي تبدأ فما فرصة مش أني تبدأ فما ممانتم جديد فما حكومة جديدة فما حزبة جديدة فما حزبة جديدة لا حزبة جديدة فما بلوتو فما شوية أمل متاع تغيير كيما برشة وينسة في الخارج منو بخلوش بنصيحة وحزمة تريد المناخ دوية نتهاء سنگ أجمع ما معنى يلسون مناسيك؟ يشعرهم مهدد نعم مهدد عليك يقولك ما هي الأجندا؟ ما هي الأجندا؟ ما هي الأجندا؟ أنا أقولك في العالم أجمع يتحقق بكامي لم يكن يفهم شخص يقود شركة وإلا دولة وإلا جماعية وإلا مؤسسة إعلامية ينجم ينجح كما يحيط به عباد خير منه نحن نعني العكس نحن نعني عشي نحن نعني العكس صدقني صدقني أتمنى أن أسمع للحظة يأحران أشخاص أقل منه شيء نعني لماذا نذهب في العالم أتمنى أن أفهمّو أتمنى أن يريد علاجي يطلقني لا يختارني قلت أن أحرارك أتمنى السؤال قبلت مسؤولين أتمنى أن أقلت لأمريكا قبلت حكوميا حذرت طريقة مقتبسة من كيفيش أمريكا عم تريفورم ديما ننسو إلي الولايات المتحدة الأمريكية الإصلاح الأمريكية إلي الولايات المتحدة الأمريكية تعدت بحرب أهلية نتعرف مدى خطورة الحروب الأهلية لكن بعد دخلت في عملية إصلاح وأيعت بنا عندها شوف أنت هو خليط مجتمعي يقوم بحكمة ومجتمعي هناك حاجة تعمل فيها صحيحة لأنه يتمكن من أقتر العالم يخدم وينجح هناك حاجة تعمل فيها صحيحة هناك مكانيزم رأي التي أقترحت تعمل خلية خدمها الطوينسة التي تقرأنا إلى برد التي تعطينا تونس بورس هناك فيها أحد تونسة بين 5-10 عام بلوضان فيلمي خامسة وعشرسين كارييري وهم ماذا خرجوا في مدر قبل أن يعرسوا في صغاره ويستقرب بالبلاد الأجنبية يجب أن يرشان التوينسا هذوكم ما رائعش عنده تحرر من عقلية في الخارج مايناه تحرر من عقلية نحن 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 فما التوينسا فقد أن يطلب منهم معناها ليتقريب من خلقة الأمر juntos أني مشتار للمشل في كينيا فما توانسا قلاف امريكا وميوش يخدم في الصيق تحرر من عقلية نخدم في العالم المتقدم راه توانسا احنا سورطولي تلعنا البرا راه متحررين منها دونكي جيني انتي تخلقلي في تونس لهنا الامكانية ما قلتلكش خلصني كما خلصني فما نخلص امريكا راه ودايور اناك اصحاب مشاريع ما نجمورش يخلصوكم كما تخلصوا البرا في امريكا ما ينجمش وداينا نقولك حاجة ما رويتك خيالية عاونا نقولك حاجة لا رويتب خيالية الراويتب لا نوعي خيالية الرويتب متناسب مع سمعني الراويتب مش خيالية الراويتب متناسب مع النمو الاقتصاد كانت عادي اقتصاد امريكي كما اليوم ذاكار لي العالم لكل تهو حتى��� Patricia نتعدي بمرحلة صعبة اقتصادين والاقتصاد الأمريكي فيها نمو كبير أنا شاركتي معناها ما بين العاملاء والعامل الثاني كبرت 300% تذكر؟ من أمريكا تذكر؟ وقتها اوتوماتيك ما مدام فما نمو مدام فما الثروة تتخلق الثورة الثروة راهيش تتقسم ببرسنتاج في نوم تتقسم هيك عليش اللي ساليرياطلو؟ حنا في تومس ما تنجمش اللي ساليرياطلو وقت اللي عنا اقتصاد مش قاعد ينمو وقت اللي عنا الثروة مهيش قاعدت تنمو شنية الثروة حنا يبكي خيب شنطلعوا اكثر فصفات؟ ليه؟ شنطلعوا اكثر نفط؟ ليه؟ للعقول لازمنا نطلعوا بلس د انتربرنور لازمنا نطلعوا بلس كافئات لازمني التوينسة اللي متحرين من عقلية الخارج ومن الخارج اللي هما يمشي في اي بلاد يمشي لها يخلق ثروة هذيك التونسي نخلق له الانفرستركتور باش يخلق لي الثروة في تونس ماذا الأسف مفميش؟ مفميش الدايور معناها هذه بتاترا هو حلم الحلول معناها التحلق نحن لدينا نظرة التوسكية تمثيل تونس في الخارج والإدارة نحن لدينا نظرة قديمة قليلة ماذا؟ نحن لديك مثال نحن لديبلوماسية الاقتصادية نعم لعالم مجمع والسطول العالم متقدم والصفات لا يوجد دورها ينحصر في التشريفات وفي عقوب الزواج وفي الحفلات وفي البطاقات حيث تحتاج لنظرة التغييرية تحتاج لنظرة الخارجية ماذا تدوره؟ السفير تحتاج لنظرة التواصل يجب أن يكون لديها مشروع يتميش مع تونس مشروع اقتصادي كامل نعم غير 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 نعم 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 مثلاً سفير تونس في المتحدة الأمريكية قاعد يتحرك بشكل كبير يعمل في الديبلوماسية الإقصادية نحن لدينا سفراء تونس مع أول دولة في العالم أمريكا ليست أول دولة في العالم يجيني إلى واشنطن لا يخرج من المعاصمة أمريكا قارة أمريكا قارة أمريكا أنت تونس عندها سفير للاتحاد الأوروبي يمشي الباريز ولا يخرج من الباريز ولا يخرج من البلدان الأخرى تقبله أو لا تقبله؟ طبعاً ليه؟ اليوم عندك سفراء تقضي في العاصمة لا تخرج ليش من غاديك لا يمشيش بقية الأمريكية الأخرى لا يمشيش لا يمشي شفير واحد لا يكفيش أماراني منلومش نعمل برشة سفراء نعمل في سفارتنا في أمريكا خمسة سفراء وفي فرنسا نعمل أربع سفراء لا 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 لن نضع سفراء لكن لن تقضي برشة سفراء لن تقضي برشة سفراء لن تقضي برشة سفراء نعمل السفير يجب أن يكون لديها مشروع أقتصادي نعطيك في علاقتنا بأمريكيا اليوم كاليفورنيا كاليفورنيا اقتصادها أقتصاد فرنسا كوليية اليوم كاليفورنيا الفلاحة متاعها هي توكل في اشتر امريكا اليوم هناك بلدان اخرى عربية كيمة المغرب كيمة الأردن اللي هم الوحيدين اللي عندهم تبادل تجاري حور مع امريكا يعملوا في اتفاقيات مع ولايات كيمة ولاية كاليفورنيا في مجال معين كيمة مجال الفلاحة مثال نحن في تونس ما لازمنا؟ ما لازمنا؟ ما لازمنا؟ أولا لازمنا مشروع اقتصادي يجاوز الحكومات متاع عام و عامين مثال نعطيك مثال لماذا تونس لا تخدمش على انها توصل؟ هذا مشروع مشروع كبير من هنا لعشرة سنوات مثال 2019 اخوة 2030 نقول له نحطه كأوبجيكتيف من هنا لـ 2030 يكون عندي تبادل تجاري حور مع الولايات التحدة الأمريكية هذا مشروع من عشرة سنوات تحط في نقاط أبريث ثم نقول له مشروع كبيرنا لازم خمسمة نقطة يجي السفير الأول يخدم على العشرة الأولانين السفير الثاني يخدم على الخمسين السفير الثاني يخدم على الخمسين فامتني شرمش تحكي لكي إن شاء الله نوصل إن شاء الله نوصل إن شاء الله نوصل بمرحلة دي خلينا منها شفت يعني مش من ثقافة الدولة متاعنا أنها تهتم بالمواطن وبخيراته وبالشيء عقلية 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 العقلية الذهنية سلوك تصور رؤية هذي متعلق بالثقافة والثقافة رايي ما هيش فرجة انت لو كنجيت مسؤول الذهنية أنا أخيري انت لو كنجيت مسؤول يجبنا أن نؤسس العقول نحن في حاجة إلى تأسيس العقول إلى بناء قيم إلى بناء معنى المعنى اللي يتكى عليه دولة كاملة مواطن هي تحكي على المستقبل هي عندك شوفش قالت قالت الإنسان اللي بش ينجح ساحب مشروع بش ينجح يسمي حط بحداه دايرين به لا أعرف كيف ولا أحسن منه شوفت هذي عقلية هذي تقاط هذي التصور عندك حاجة من دي سرعا نعرف ما كي تبدأ الفكرة واضحة وين نحب نوصل لأولوياتنا السياسية واضحة هذي مشكلة في طول ماذا يحدث؟ حتى لو نعطيك مثل رئيس وزير خارجية أمريكا ريكس تيلرسل اللي معشد في حكومة ترامب هو دائر متخرج من نفس الدبارتمول التي تخرجت منه هنا في أمريكا داكور؟ ما كان هو قبل؟ ما هو ديبلوماسي هو ما كان؟ كان رئيس شركة أكسون موبيل ما كان رئيس شركة نفطية عالمية ومعشد رئيس شركة نفطية عالمية هو رئيس وزير خارجية أمريكا حسب رأيك لماذا؟ لأن الأجندة اقتصادية لأن اليوم الأجندة المجتمعات الكلة تكون اقتصادية لأن شعبك كما يبدأش عنده ما يأكل كما يبدأش عنده ما يصرف كما يبدأش مرتاح مرتاح مادياً ما نجمش ينتج واضح 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 خلينا مشتمشون هزكم الفقرة رأيك فيهم مش عديكم مجموعة وانتي ألفة مع لي أيضاً مع راوف عديكم مجموعة من الشخصيات خلنا رجعوا للواقعة التومسي وتعطيوني رأيك فيهم مشوا الفقرة رأيك فيهم نذكر بضيوفي الفنان المسرحي روف بن يغلان وسيدة ألفة الحامدي صاحبة الأنسة ألفة الحامدي من الكفاءات المهاجرة من الأدمغة اللي لغالبا فضلوا أنهم يقعدوا خارج تونس مش عديكم مجموعة من الشخصيات ومذبية تعتهوا رأيكم تعليق دخلنا نبدأوا بالصورة الأولى شكون الشخصية الأولى الشخصية الأولى الباجي قاية سبس هي رئيس الجمهورية آد تونسية ألفة أعطيني تعليق باختصار النسبة لي هو شخصية لعبة الدور المفصلي في تاريخ تونس اللي طول لازمنا نتعلمه من المحاسن من الحويج اللي عملها بيها وملغتها أزاد روف السيد الرئيس الباجي قاية سبس هي كما قالت الأخت ألفة في مرحلة تاريخية عنده موقف كبير وسيشهد له تاريخ أنا أعطيت رعي قبل الانتخابات ألفين من كاتورز معانتها وقلت أنه مذبية بالترشح متاعه العائلة ما تدخلش في السلطة عائلة قلتها أنا قبل ما يشد الرئاس وقتها قبل الانتخابات تعتبر العائلة دخلت في السلطة اليوم؟ شوف أحنا نعانين أخويا العزيز من تدخل العائلة في السلطة عانينا وقت زعيد برقيبة الله يرحمه عندما كانت وسيلة برقيبة ثم سعيدة شاسي ثم عانينا من بعد مع الرئيس بن علي وقت اللي شوفنا كيفاش خير العائلة متاعه على حساب الشعب التونسي ونعانيه وزاده مع السيد الباجي قايد سبسي شو أدخله؟ أحب أن نقول له تعمل مزيلا لفرفت أنت في عمرك معانتها أنت الكبير فينا وأنت المتدرب علينا نترجعك كما تخلب من الباب الكبير أخرج من الباب الكبير واضح نشوفه الشخصيين من بعد يوسف الشهد رئيس الحكومة عندي نصيحة مش تعليق شنين نصيحة؟ يحيت نفسه بعبيد أكفأ منه أكفأ منه روف أنا قبيلت أتكلم تعليق معانتها في باختصار شو تقول؟ في تعليق مختصر باختصار نقول أنا أنا فرحت كيكون ثم أنجان يشد رئاسة الحقومة لكن الأهم من هذا الكل هو هو الإقناع بالممارسة تعتبر أنه كان مقنع ومش مقنع؟ لا بالنسبة لي معانتها نستنى معانتها النتائج وهو قلب نصيحة النتائج هي تشوف الحلال تخبيت على أبوز هيك تشوف الحلال يعني فهم أنا أنا الحب نقول له الإعتماد على الثقافة ماريتش منه شيء هذي واضح شوف الشخصية اللي بعد دراج الغن وشي رئيس حركة النهضة شكون يحب أن يحب يعلق ألفا؟ مفكر لعب دور مفكر في في زادة دور مفصلي في تاريخ تونس وهو زادة كما رئيس بيجي خايت السبسي حان الوقت أننا نتعلموا من الحويج لعملها الباية ومن الأخطاء روف الشريك الكبير في عملية التوافق واللي تونس الحقيقة مرت منه وحاجة هامة بالنسبة لي لكن تسمح لي الفرصة بما أن الحسنة بتاعك تسمع المرخافية خلنا نقول الحقيقة تقول فضلين ما هذا كش حاشتنا احنا احنا على أبواب انتخابات أنا نرى أنه موش مترشح هو أنا جاء الوقت أنه أنا نطلب أنه يترشح الرئاسة أنا نطلب أنه يترشح الرئاسة أنا نطلب أنه يترشح الرئاسة أنا نطلب أن النهضة تقدم المترشح متاحها من قياداتها للرئاسة ونخرجه من الضبابية ونخرجه من الغموض عليك هذه فكرة أن النهضة تساند معناتها تساند مترشح جاي من خارج النهضة أنا شخصيا ما نقبلهاش أنا خاطر خليها تتكشف الأمر ونشوفه المشروع النهضةوي اللي يتمثل في الرموز متاحها بشيخ راشد الغنوشي الأستاذ راشد الغنوشي خليه يتقدم للناس خلينا نفصلوها وخلينا نعرف الشعب والشيخ دار وخلينا نعرف النسبة اللي مش يخدوها لأن الرمزية متاع لأن الانتخابات الرئاسية هي شخصية مش كما الانتخابات التشريحية تشريحية برامج وحكومة أنا نطلب أن السيد راشد الغنوشي أو غيره من القيادات النهضة يتقدم الانتخابات الرئاسية يتقدم للترشح وتتفصل الأمور وخلي النهضة وخلينا نعرف الشعب أشي قرب وربي سينا نجي نقطة باختصار أنا دي ما نسمع يقول لك أنا جايين داخلين على أبويب موسم انتخابي رأوا في الديمقراطيات العم على أخوه موسم انتخابي معنا فما انتخابات مشكن الرئاسية فما انتشرعية فما انتخابات البوضات معنا سوف تتحدث عن القضاء سوف تتحدث عن القضاء سوف تتحدث عن القضاء المشروع اللي يتمثل في المعارات في القيادات التحري يقبلوا الشعب التونس ولا مقبلوا نشوف الشخصية اللي من بعدها حافظ قاية سبسي بلاجل الرئيس رئيس الجمهورية الباجية قاية سبسي و... مش عارف... رئيس... بلاجل مركزية من إداية تونس متاع مستيرا موش متاع الحمامات تعليق بدون تعليق بدون تعليق نعم ما عندك شتاليق لا ما سمعتوش يتكلم بكل نجم شتحكي مالي مم ولا ما تحبش ما عندك شتحكي مالي أنا ما سمعتوش يتكلم واذي مصيب تي اوه تكلم وين خالدي تكلم خفيتاً بدأت انا ات مين اجيبوا يا أخويا بحديك خلينا ما عبش يجي 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 تونس تونس أنا نتمنى أن شوية رزعنا و شوية حكمة و شوية تعاقل في الديمقراطية هو حق من حقوق الشعب أنه اللي يخب منصب سياسي يجي يتكلم لا 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 القعدة نا يعني هذاك حق خليشوفوا الشخصية من بعد مصمر زوقية رئيس المؤقت السابق روف أرش توقف هل هذه العشب OFFICER أنت تهمك أغطي لا يقول أنت تهمك أنك قريب شوية للحزب المؤتمر و كمين سيفRO هل تعبد أنها أُأمر يا حوار تعطينا تعليق نستقول بشاه印 مخط retra تعليق مختصر أنا 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 أحب أن أقول له معناها التجربة متاعها كنبيضالية هامة جداً وتقدمت بها وترشحت معناتها في التأسيسي اليوم من المستحب أنك تكون في المعارضة في المعارضة كيف وكما السيد البيجي قايد السبسي وشيخ راشد الغنوشي هذه شخصيات كانت لعب الدور مفصلي في الجمهورية الثانية وطوى بش نقدموا القداموا بش يكون عنا مشروع اقتصادي لازمنا نتجاوزوا يعني الشي هذا ونتعلموا من أخطائهم ومن زاد الحويج اللي باية اللي عملها تشوفوا الشخصيات الموالية محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تولس ألفا عندك تعليق؟ تحبش التعلق؟ واحد فيكم توايا علم نحن نتخمو شوية لا معتكم بش لا نتخمو مش عتينا تعليق مختصر بالنسبة لي يمكن هو تعليق شوية سياسي استراتيجي معناها كان منعش السيسة فولابان معناها ده فرصة هو كيخرج من الرئاسة كان مستشار في رسال الجمهورية كان مستشار في رسال الجمهورية خرج على بكري خرج قبل ما نداي سير فيها اللي صارتاو هذيك تتحسب له كسياسي هذيك يحاول يبني على هذكا يعني يبني مشروع على الوضوح هذكا واضح بعد ما اخرج من الرئاسة ماتا قاد يخدم على خطام يعني معاه ولا مش معاه هذي المشكلة آخر أما قاد سابر ويظهر لي معانتها شوف تحب نعطيك السحيح في كلمتينة نحن في حاجة إلى أن تتلم الكفاءات كما قلت تلم الكفاءات لصالح الوطن ونخرج من السراعات ونخرج من معانتها التحالفات المصلحية وناخذ أحسن طبة يدخلوا في السبيترات وناخذ أحسن أنجينيورات يدخلوا في المؤسسات وناخذ أحسن السياسيين لحكومة تونسية ترتقي بالوطن التونسي إلى ما هو أفضل أما هذه السراعة متاع الزعامات هذه تونس في حاجة اللي تتفداها في المرحلة هذه شوف شخصي مويل منصف السويسية لا رحمه المصرحي الكبير الله رحمه لا رحمه نعم ومنصف تعلمت منه الكثير منصف السويسي أسس كثير الكثير للمصرح التونسي أسس فرقة الكيف أسس القيروان فرقة ساهم في تأسيس فرقة قفصة ساهم في تأسيس مسرح القيروان أسس مهرجان المغرب العربي في لقولات أسس المسرح الوطني أسس مع الأيام بارتاج المسرحية أسس مجلة مسرحية زادة كيف كيف منصف السويسي خدمه معه أعز المسرحيين في تونس الله يرحمه نعمه ويستحق التويكة أن يذكروه أكثر أكثر اعتبار نشوف الشخصي الموالي لمين نهدي قلت لك اللي لمين نهدي ممثل كبير فنان كبير نجاح بعدها في أن يدخل الفرحة والضحكة عنده رفس نفس الرأي هكا مش مشكلتش في شخص كده مش مشكلتش حتى يقول في كلم عكس عكس لي تقول فيه مش مشكلتش حتى اللي كان يقول أنا خائب أنا أمزل قال إلي روف لا إذا هو معروف يضحك هو معروف يضحك هو معروف يضحك حتى كي يقول إلي أنا خائب قال إلي أنا أسلم حكا أنا قلت شوي أولف عندك تاريخ باي شوف شخصي الموالي لوت في العبدالي الفنان المسرحيين ممثل والمنشد أعطين صح أعطين صح باركور متاعه بالنسبة لي هو مهم برش هل نحترم كل عبد محرث تأخذ ما نحترم أطنك واضح شوفوا الشخصي الموالي النجلة النجلة تونسية فنانة روف مسيش قولي روف عندك تعليق ما عنيش تعليق عندك شعليق بتعرف إيش الحقيقة ما قابلت هاش بتوظر في التلزة وتغنيه في الأفراح والمسرات وتمثل زادة شوف كل واحده البروفيلم تاعه وكل واحد المهم أن جزا هل نجب تقول علي عهرب؟ لا علي عرب شنكلمة شوف أنا ما ندخلش في أن ينقيم الفنانين ما يج مهمت مو أنت صحفيين ومو أنت من قاتل يقيموا بعضهم بعد أنا ما اقيمконي أنا ما اقيم sport تعالوا بega انا ما كن나 كلمة باهية دائع من المستحيل لا يمكن الإيصال كلمة خيبة هل كهم كونهم أنا اقيم فس فس قم بخبهم قلم ما قلت but what نحترم بعضها ففسة بالعمل مستحيل لكي ندخل بأمني أرى التقطيع والدريش لذلك أمشى على الفترة ذاته أرحقت المولي في الخدمة ما نتبعش ما نتبعش خير، هو أحسن أشوفه الشخصي المولي إجماعتي حطوا لي الصورة هذا شكون هذا ولد عوض ماذا قلت عوض شاب أسمعت به معروف، يعرفوه الشبيبة جاستن بيبر جاستن بيبر هذا من كوراج ستنجان ستنجان صغير صغير ربي إن شاء الله ينجحه وربي يبعد عليه بنتلد الحراء ستو شكرا لكم راوف بن يغلان الفنان المسرحي شكرا لك شكرا لك أولفا حامدي المهنسة صاحبة الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وواحدة من العقول المهاجرة شكرا لكم خليني أدعوك شكرا لكم لعرض مصرحيتي إرهابي غيرباء اللي بشنا قدمها نهار الأربعة في المصرح البلدي السادسة وضويا وضويا بحول الله وشعادني زادا حضور أختنا أولفا اللي بشنا استدعاها تحضر أولفا الحمدي في العرض اللي بشنا قدمه إرهابي غيرباء في إطار مرنامج استراتيجية مكافحة الإرهابي وزارة الشؤون الدينية وسيكونوا بحضور الأيمة الذين سأدعوهم السعودي على الركح بشي تحاولوا مع الجمهور هذه السادقة لأول مرة في المصرح البلدي على الركح سيتم حضور فنان وإمام شكرا لكم شكرا لكم شكرا على المتابعة شكرا نتقابلوا في الحلقة القادمة من برنامج وما خفية في الأسبوع القادم سبحان الأخير